استبشر الكثيرون خيراً بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي آملين أن تتمكن هذه الحكومة من إيجاد حلول مناسبة للأزمات اللبنانية المتفاقمة على كافة الأصعدة إلا أن الواقع في لبنان يفرض من التساؤلات ما تصعب الإجابة عليه تساؤلات تتعلق بما تملكه حكومة ميقاتي من الإمكانات والقدرات التي تؤهلها للقيام بعبئ إخراج البلاد من أزماتها مهتمون بالشأن اللبناني يرون أن أمام ميقاتي مهمة شبه مستحيلة بالنظر إلى ما وصلت إليه الأوضاع خلال السنتين الأخيرتين من انهيار فما يقرب من ثمانين بالمئة من الشعب اللبناني سقط في براثن الفقر بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من خمسمائة وخمسين بالمئة بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي كما أدى نقص الوقود إلى إصابة الحياة اليومية بالشلل ما أثر سلبا على الخدمات الأساسية بما في ذلك المستشفيات والمخابز في المقابل تبدو حكومة ميقاتي عاجزة عن الخروج من هذا النفق المظلم لا سيما أن بعض الدول التي كانت تقدم الدعم المالي للبنان بصورة تقليدية تتردد في مواصلة ذلك الدعم في ظل تنامي نفوذ ميليشيا حزب الله الموالية لإيران في لبنان الأمر الذي يضع مزيدا من العراقيل في طريق ميقاتي الذي أكد على حاجة لبنان إلى فتح الأبواب مع جيرانه العرب ويأتي تعهد ميقاتي بإجراء الانتخابات العامة بموعدها المقرر في الربيع المقبل ليلف المشهد بمزيد من الغموض والضبابية بحسب محللين فعمر الحكومة الجديدة لن يتجاوز بضعة أشهر إذن وعلى الأغلب ستنصرف جهود النخبة السياسية اللبنانية إلى المحافظة على مكاسبها الانتخابية ما يعني أن اللبنانيين ربما عليهم أن لا يعلقوا آمالا عريضة على حكومة ميقاتي التي في أحسن أحوالها ستمثل مرحلة انتقالية تمهد لحكومة مستقرة تستطيع رسم خريطة طريق واضحة نحو مستقبل أفضل للشعب اللبناني